اعتمد صراحة اكثر شي على محاضرتي القديمة اللي احنا اشرناها ويدكتورل انه هو شغلات طفارها ومشارحها وما يجيبها اصلا يعني نبدي باول شي شنو الليبيد كنوترينت هي شي مهم لا لا طبعا هي نوترينت الكلش مهم ضمن العوائل الستة الرئيسية بالاكل فمعناتها شنو لونه واحد لازم يأكل الليبيد مو واحد يفكر انها اقطع كل الليبيد ده اخلص من المشاكل لا لا لازم يأخذها اشقد نسبتها تقريبا لازم 15% من الطاقة تجي للشخص تجي عن طريق الليبيد هاي اول شغلات شغلات ثانية اللي تكون تعرفوها على الليبيد شنو انه غرام واحد من الليبيد ينطينا 9 كالو كالوريز تمام بينما البقية البروتين والغلوكوز ينطونا اربعة فمعناته شنو معناته الليبيد بنفس الكمية واحد غرام يحوي ضعف الكالوريز ما البقية فمعناته شنو هو rich source for energy منين انحصل احنا من الجسم يا واحد يأكل الليبيد يا هو يكون اصلا مخزون بالجسم ومنين خزن بالجسم يظلي فترات طويلة وهي هاي الفكرة انه الواحد ليش يسمن بما انه احسن وحدة خزن يظلي فترات طويلة هي الليبيد فشكوا شيء زيادة من البروتين او زيادة من الليوكوز بالجسم ما يحتاجها رح تنخزن كفات حتى شنو اللي انه هو الوحيد اللي ينخزن لفترة طويلة الى اهمية الخطب عنه وعدا انه كونة انرجي مهم بالبناء مثلا السيل مامبريين واخذتها هالسنة انه السيل مامبريين او بالاحراب المرحلة اللي قولني المرحلة ولا ما اخذي انه السيل مامبريين والهرمونات بهين الليبيد تيجينا شغلة شنو انه هو ووتر انسوليبل لهذا لازم اكو شيء معين ينقله وهذا هو رح نحكي عليه شوية النوبل اللي هو اللي هو اللي هو الوحدة الناقلة اللي مثل ما تعرفون الدم مثل المي فاذا هو ووتر انسوليبل معناه تشلون رح ينقل بالدم فلازم اكو كاريال خاص اليه حتى ينقله خلال الواسط اللي هو المي ليش هسا احنا ده ندرس الليبيد بالباطنية ومخابسكم بي انتو خذوا العام ضمن الكيمية ليش هو مهم لانه هو يأثر على الهارد ديزيز الريسك ما الكوروناري هارد ديزيز تعتمد على الليبيد لفول ممكن تزيد او تقل اعتمادا على الليبيد لفول لهذا هنشرح هالموضوع هسا هو نلجي انواع الليبيد الوحدة الاساسية الليبيد مثل ما بالكاربوهيدرايت والغلوكوز هو الوحدة الابسط بالنسبة للليبيد الوحدة الابسط شنو هي الفاتيسد بما انه هي ابسط وحدة فهي تعتبر اهم سورس للانرجي شنو للمسل سيل ليش لان المسل سيل ما نستعملها هيكون اكسرسايز واستهلاك عالي للطاقة فتحتاج شي انطيها هوايا طاقة شو تسوي بالغلوكوز الكاربوهيدرايت كلهن والبروتينات اللي تنطيها بنفس الواحد غرام تنطيها اربعة من موجود هذا ينطيها تسعة فهي احسن شي للمسل سيل كانيرجي وراها شنو يجي لترايجليسيراي الترايجليسيراي هو اكثر واحد موجود عبارة عن ثلاثة فاتي اسيد الجمعة السوئية وهو اكثر شي موجود بالجسم وهو اصلا الباديفات يحتوي ورا شنو يجي لكنا نعرفه وسامعين بالكوليسترول والناس تخاف منه الكوليسترول وين مهم يصنع السيل ممبرين هو ليصنع الهرمون يا هرمون الاستيرايد هرمون وخذتو العام بالفاسلجة الميكانيزم وشان يتصنع بيها وهو الاهم شي واكثر واحد يأثرن على الريسك ما الاثيروسيكليروسيز هو ليأثرن عليها الباقيات تأثيرا عليها بسيط او ماكو تقريبا المهم عندنا هو الكوليسترول وهسا نحتي انواعي انواع تزيد الرزكي انواع تقلل الرزك وليش واخير شي اكون نوع اللي هو الفوسفوليبيد اللي بس بالسيل ممبرين نجي احنا قلنا هو ما يذبل ما يحتاج ناقل الناقل ما تشنو واللايبابروتين نجي على اللايبابروتين شنو محتوياتها بالنص نلقي لترايجليسرايد ويا الكوليسترول هذا البنص حاولهن شنو اغطيهم فوسفوليبيد وياه ممكن شويه بس معهم شوا حدنا انه هذا فوسفوليبيد هان يشوفون هذا الغالبية فوسفوليبيد الكوليسترول اللي برا بالقشرة قليل المهم والمهم شنو اعدنا اللايبابروتين شنو انا كاتب لكم عليه انه هؤلاء الماركر اللي هو مثل ال 5000 lt هو حيحدد هذا اللايبو بروتين بياه أورغان يلتصق ويدخل بياه مسارات بالدم حيدخل كل هاية تتحدد عن طريق شنو؟ عن طريق اللايبو بروتين شنو محتويات هاللايبو بروتين كلها؟ سوري شنو محتويات اللايبو بروتين هذا كلها منه يحددها ويخلي الجسم يعرفها الايبو لايبو بروتين كأنما بطاقة الجواز مات لهذا يعتوى تقريبا أهم جزء بالكوت الايبو لايبو بروتين اللي هو جزء البروتين طبعا نحن خلي بكمل حاجين على الايبو لايبو بروتين اللي هو هذا قلنا هو يصبح مثل الجواز أو الماركر مالته هو structural metabolism بالmetabolism شنو هو يتحدد يا أنواع عمليات metabolism حطب بها هاي البارتكل ليش هو يحددها؟ لأنه هو يحدد يا أنزيمات تلتسق بي وتشتغط ويا أنزيمات متل تلتسق بي وتشتغط والstructural حتى يحدد بيه شيء تحد ويدخل وين يصير لأبسوربشن هسا نجع اللي بروتين بهواية أنواع دا شوفون وكل نوع هاي لريدكم تحفظو شنو الايبو بيمية والأيبو اي وحسا نرجع شوية النوب على هالسلايد أقولكم ليش هو والده يذني المهمات هسا اللي بروتين قلنا هو ممكن ياه يزيد الكارديو باسكولور رسك ياه يقللها تعتمد شنو؟ على نوع الكوليسرول تعتمد تذكرون أنتو خطوها العام بالكيمياء كل هاي دين سيتي كوليسرول هذا الهاي دين سيتي كوليسرول يعتبر يحمي الكارديو باسكولور حسا شوية النوب راح نحكي الميكانيزم شلون يحمي تمام وهو هذا يحمي الهاي دين سيتي جود كوليسرول يحمي اللو دين سيتي لايبو بروتين والفريلو دين سيتي كوليسرول ذني شنو يزيدون الكارديو باسكولور ديزيز ليش يزيدوها لأنه بهم هواية رايد لسه رايد فش تعتبر أثيره جينك تحفظ أنه يصير أثيره سكلوروس وقلنا هسا شوية ونحكيها ليهن الكايلو مايكرو تعتبر هي أول وحدة حتى تتكون من ذني تتكون بالانتستاين بعدين من الانتستاين تنقل للليفر شلون تنقل للليفر عن طريق البورتال سيركوليشن وهسا هنحكيها ليهن هسا قلنا أكو هاي دين سيتي لو دين سيتي فري لو دين سيتي وقل كايلو مايكرو وقل هنا الانترميدية دين سيتي الصغير مثل ما تلاحظون ومثل ما تعرفوها أصلا من المتوسطة أنه دين سيتي عكس الحجم الحجم الصغير يكون هاي دين سيتي بينما الحجم الصغير يكون هاي دين سيتي بينما الحجم الشبير يكون لو دين سيتي علاقة عكسية وأكيد الكايلو مايكرون أكبرهن ليش الكايلو مايكرون أكبرهن لأنهو هيتكون بالانتستاين يعني شلو يعني يأخذ الفات كله من الانتستاين بدأ يأخذه فريش وبكمية شبيرة حسن يجي ليش قلت لكم بتحفظون الأي بو بيمية والأي بو أي سمال مو أي كابيتل قل نجيبها بالامتحان أي كابيتل وقربطكم ذنية للأي كابيتل عوفكم منهم الأي سمال والبي مية ليش مهمات لأن ذنية موجودة باللو دين سيتي العيبو برواتين فدام هنه موجودة باللو دين سيتي العيبو برواتين يعني شنو يعني من نلقيهن يعني هاي باد ساين معناته إنه هيكون أكو لو دين سيتي العيبو برواتين يعني شنو يعني الرزق عالية هاي شغلة إن شاء الله لو إذا أكو مرض جيني مثلا والمريض ما عدة هذا أو هذا نتوقع شنو نتوقع ما أكو LDL ونفس الشكل إذا مرض يخلي ذني يزيدا إنتاجهن يعني شنو يعني LDL يزيد وهكذا هسه الـ Transport Pathways هس بس نقول اسمهن وشوية ونحك تباصل الـ Exogenous Pathway اللي هو الأكل الجاينة بره الجسم من الحالة شلون يوصل للتشو الـ Endogenous Pathway الأكل الليبدي المخزون بالكبد شلون يتوزع للتشو من التشو يحتاجه والـ Reverse Cholesterol Transport Pathway هذا الليبدي المخزون بالجسم شلون يرجع للـ Leather هسه نجي على الـ Exogenous Pathway واحد حياكل الفات يوصل للمعدة ينزل من المعدة للـ Entestine وصل للـ Entestine التستine قلنا شنو حيتكون الكايلو مايكرون ويمتصها الجسم من ناكل الكايلو مايكرون شنو حتكون بالترايجليسرات جيد نسبتها بيها 90% كل الترايجليسرات بينما الكوريسرات قليلة احنا قلنا الخطورة بالترايجليسرات تمام هاي يمشي شوية منه هيجع ليه Lipoprotein Lipase Lipoprotein Lipase شنون يعرف انه هو يقدر يشتغل على هذا الـ Particle قابل يشوفها ويعرفها لا يعتمد قلنا على شنو على الـ Apo Protein يجي الـ Lipoprotein Lipase يشوفوا الـ Apo Protein مايكايلو مايكرون فيبدي يشتغل عليه يحررنا ذن القطع الأصغار اللي هنا شنو Free fatty acid هالف Free fatty acid التشول بالطريق ما بين الـ Entestine والليفر راح تاخذها تستعملها كمصدر للطاقة فشنو شوية شوية حتصغر الكايلو مايكرون تشوفوا نسبة تريق ليسرايد تتقليش لأن Lipoprotein Lipase يكسر تريق ليسرايد الـ Free fatty acid تعرفون كل واحدة تريق ليسرايد تضي 3 fatty acid يتكون عندنا شي يسمو الكايلو مايكرون رامننت اللي هي البقايا مالة نسبة تريق ليسرايد بها أقل يوصلا ذني كل هنا مني طبا بالليفرش هيصير كل هن راح يتكسرا الى tryglyceride وكل يعني شنو يعني الطبقة الخارجية تتوخر ويظال ذني المحتويات هنا يكون أنا براحة هاي عملية النقل والمشي بدنا وين تصير بال البورتال فينز مو بال سيستيميك هسين يجي على شن ورا الاندوجينوس باثوي الاندوجينوس باثوي تلاحظون انه هنا الاكزوجينوس قلن ينشر الأكل النقلة بينها الاندوجينوس هو أهم باثوي للنقل الكوليسرول شي يصير بي الليفر مو قلن يلم الكوليسرول والتراي غليسرايد مو لم الكوليسرول وتراي الاندوجينوس الاندوجينوس بالتراي غليسرايد بثمانين بالمية قريب من ذلك دقنا تسعين بالمية هذا هنا ثمانين بالمية فهمنا عليه فشانو هيجي اللاي براتين لأنه يقعد يفاصل الى فري فاتي أسد من يوصل مرحلة خمسين بالمية كوليسرول خمسين بالمية تراي حصار انترميدي دينسيتي يظل ورا همين اللاي بيز يظل يوخر بها يكسر التراي غليسرايد الى فري فاتي أسد لما توصل لمرحلة اللودي انسيتي للاي براتين هنا حتكون مليان كوليسرول والتراي غليسرايد تشوف هنا قليل فهاي اللودي انسيتي ترجع للفر ويعيد استعمالها تمام احنا المشكلتنا وين بال30 بالمية اللخة هاي هاي الجزء الحلو الجزء المحلو شنو من حفظ هاي الالدي راح تطب بالارتريال وال وتكون الى الاثيروس كليروس اللي هو المرض والمشكلة لهذا اللودي سيتي لاي بروتين يعتبر موزين وزياد تمضرة معنات ان اكو اثيروس كليروس الرفيرس كوليس رول ترانسبور باثوي هذا شنو اللي هاري صنيعنا شي نسمي نيسنت اجديال هذا شنو فارغة تقريبا بتباعون هنان خليكم اياها بالرسم فانو فارغة ما بيها شي ما تحتوي هاي لبيت فهاي شنو ما تطلع تفتر حتلقي شنو تيجي هنا على الارتري شح تلقي ده تلقي هنا موجودة لبيت طلع من اللودينس تلع او اللودينس من توصل حجم معين رح ترجع للليفر حتى شنو الذب اللي بدل بيها وتطلع من جديد كنيس تسحب الكوليسرون الموجود بالجسم هاي صورة مكررة نفس الميكان رزم بس خليت عليها اكس لانو تدوق كم ذي صورة هواية ابسط منها هس نيجي على شي اسم اللي بروفايل اللي بروفايل اكيد قسم منكم سامعين من انو اروح احل اللي بروفايل طبعا اكو السيستم القديم اكو السيستم الجديد هحشيركم على السيستم القديم بالسيستم القديم يقيسون الكوليسرول الكل رقمة وال هاي دين سيتي يقيسوهم بشكل مباشر ورها يجون على يقيسوه بشكل مباشر صارت ذول الثلاثة قاسوهم بشكل مباشر يجون ذول الاثنية ما يقيسوهم بشكل مباشر العاد واحد هاي قل عشان يقيسوهم يقيسوهم بمعادلات اللو دين سيتي لايبو بروتين يقيسو شنو انو يطرحون التوتال كوليسرول من ال هاي دين سيتي اللي يسموها الفرايد ويل فورميلا ال هاي دين سيتي احنا المشكلة اللي راح تواجه الكوليسرول ما يتأثر بلا كل ما كو فرق يسوى ما بين من اللي الفرق يتأثر اذا واحد تواما كل فبال سيستم القديم لانه ذن الاثنين احنا عدنا اهم واحد واختر واحد هو ال دي ال فهو هذا اكثر واحد لازم نكون مضبوط من هو مدى نحسبه بشكل مباشر ده نحسب على معادلة والمعادلة تعتمد على اللي يعتمد على فلازم يكون مضبوط بما ان الترائي تأثر اذا واحد ما اكل فود باخر فترة فمعناته شنو اكيد كلكم ها سفتانة الفكرة انو لازم النظام الجديد كل هذا ما كو لانو شنو الاجهزة تقيس ال توتل كوليسرول وال هاي دينسيتي وال كل هندين قاسن بشكل مباشر فهن انا شنو البيشنت ما يحتاج يكون فاست ليش لانو الالدي احنا دان كيس بشكل مباشر هاسا هاي علاقة الليبيد بالكارديو فسكولر قلنا شنو المشكلة هي الاثيروجين اللي بروتين اللي هن اللي دينسيتي والانترميدي دينسيتي اللي بروتين اي يعني شنو قلنا يعني اللو دينسيتي هو والأيبومية والكاينو مايكرو منذول من وراهم يصير عدنا اثير وسيكلر وشلون يصير اثير وسيكلر وقابل الفات هذا يجي بوضعيته طبيعي احنا قلنا بأيبو بروتين ويجي ساري مهاية ويجي هنا اللي يقعد يطلع لتراي ليسرايد منا وحنا قلنا خطورة الشغلة لتراي ليسرايد لعدوين المشكلة اللي حصير عدنا المشكلة تصير شنو انه من يدخل بالوال ما حيضل طبيعيا حيصير به اكسيديشن مثلا من حيصير به اكسيديشن الاي بروتين مالتهن راح يتغير فشنو منتج النورمال ميكانيزم اللي المفروض تشيل ما حتشيل ليش لانو ما راح يقرأ يجي اللايبو بروتين ناي بيس يحاول يقرأ ما راح يقرأ وراء ما فترة ظل هاي الاكسيديز الدي ال بتجسم شنو حتسوي انفلامة الريسبونس بالمكان مو يجي انفلامة الريسبونس حتيجي المايكروفيج تجي المايكروفيج شو تسوي تاكلها للليبيد مو تاكل للليبيد حتتكون شي نسميه اللي هي ماكروفيج مليان الليبيد هاي شنو هاي تعتبال هورل مارك ما الاثيروس كلش مهم بالباث اذا ما نطوقوا مياس بالفصل الاول بالفصل الثاني هذا لازم يجيبوا المجموعة ما حيتحملوا لانشي كلش مهم قلنا الاجدي الزين لانه هو يوخر الكوليسرول فهيعاكس التأثير السلبي هنو الابيد مجرمت هيعوفكم بس ملاحظة ان الكوليسرول واحدة ما كافي لان يسبب مشاكل شو هتشوفون شو المشاكل اللي سوي هاي يضاع على واحدة 12 ساعة فاست شنو هاي الوقت اللي يحتاج الفاستنج ما تمو نفس ما السكر لازم 12 ساعة حتى معادلات إذا القياس مباشر ما يحتاج هالخبصة باحنا قال لكم النف ها لا هون هون اي النف فاستنج unaffected in term of triglyceride والmeasured LDL قصده هنا نانا يعني قايسي لدخل نفسكم التفاصيل هاي نهو دكتور حيدن ما يشرح إنو نادر ما يجيب هن حس احنش وكد نفحص الليبيد وليش ده هنفحصها بيا حالات هنفحصها بالحالات الآتية من ده نسوي سكريننج للكارديوبوسكولر ديزيز حتى شنو حتى نمنع هن هتلقون اكو كلمة primary prevention و secondary prevention ها المفروض ما اخذيها بالمجتمع بس خليش رح لكم ال primary prevention نقصد بيه نمنع المرض قبل لي يبدي يعني العدة اثيروسكلوروس رح يصير عدة coronary artery ديزيز معناتها هذا شنو إذا هنمنع المرض خسه رح نمنع المرض انه يصير فهذا primary prevention نمنع المرض نفسه انه يصير من موجودة بداياته secondary prevention شنو المرض صار احنا ده نمنع ال complication مات يعني واحد عدة انجاينة لو ام اي من وراء coronary artery ديزيز احنا نحاول نخلي انه ما يموت او انه بعد ما تيجي اتاك ثانية فال secondary prevention نمنع complication او الاتاك الثانية هاي اول شغلة اول شغلة بالسكنين الثانية شغلة شنو اندز investigation investigation هاي شوكت اندزها من ال clinical feature مع lipid disorder هسا شوكت الناب راح نحشيها من يزيد triglycerات شنو clinical feature تطلع عالجسم ومن يزيد cholesterol شنو features تطلع والحالة الثالثة شنو ده نفحص قرائب واحد شنو عدة single gene defect وهذا single gene defect دي سبب انه dyslipidemia ليش قلنا بس single gene defect لانه اذا هاي جينات هاي ما ممكن انقياس قابل انقياس كل الجينوم وتكون بشكل عم تأثير هاي ينجمع بين و اذا single gene defect لا هاي معناته كل قرائبة حيتأثرون بالمشكلة هسا شنو هذا السلايد مهم كل شي يعني جنت اتمنى انه حاول اقدر ابسط الكم يعني بس هو مجرد حفظ يجيكم انه mcq هذا وهذا السلايد فكل اللي حسو لكم ايا انه راح اقرار الكم يعني بالنسبة الهايبر كوليسروليميا هو معروف انه الفاتح هيزيد شوكة بال hypothyroidism وبالحمل بالحمل هاي مشكلة ليش مشكلة من اقدر ننطي استاتين ليش اني انه تعبانة تقدر تصير برغنان الكوليستاتي شنو نقصد بيعني الاوبستراكتف يعني من تنسد البايل احنا قلنا البايل هو يطلع جزء من الفاتل بالجسم فمن هو يطلع جزء من الفاتل بالجسم ونسد هذا الطريق اكيد حيزيد الفاتل بالجسم ويا فاتي طلع الليبر بالبايل كوليسرول فاكيد حيزيد الكوليسرول الادوية الدايرتك سايكلوسبورين والستيرويدات والاندروجين الستيرويد والاندروجين احنا قلنا الكوليسرول يكون الاندروجين كهرمون والستيرويد كهرمون فاكيد من ننطيد هو الكورتيكوستيرويد اللي هو يشتغل مثل الستيرويد والاندروجين اكيد ذني راح يحتوان بيهن الكوليسرول شي لاخ نفراتيك ها كلش مهم اكو كم شغلة اربع شغلات عن طريقها نقول هذا نفراتيك سندرام لو لا ضمنها الهايبر لبيديميا هايبر كوليسراليميا اضافة البرفورية والانوركسيا نرفوزة اضافة الى الهايبر بارثار اراجزم اعيدك اكد هذا السؤال يعني تقريبا 80% لازم يجي mcq على هذا اللي سلائد لا الوارا all true about لا ايه all true accept ل kalo يقل لك اختار جايب لك كلهم غلط وقالك تختار الصح الهايبر ترايق ليس رايدير من عند النصاح ترايق ليس رايدي بس شوكت dm type 2 مرض بالكبد اضافة الى الادوية beta blocker والريتينويدز وكورتيكوستيراد وانا تود تقوم فيتاميات فاكيد يجبب لكم فيتامين اي بالريتينويدز اي صحيح واكيد انتبهتوا ان الكورتيكوستيراد موجود بالهايبر تراغليسرايديميا والهايبر كوليسرايديميا يعني يساعد الاثنين حسن نجعل الاثنين كالفيشة لعدكم هاي هنا مالهايبر كوليسرايديميا وهي هاي مالهايبر تراغليسرايديميا نجعلها مالكوليسرايديميا هنه نذنيها مياهن نلقي زانثوليزمة شنو طقع صفرة صاعدة يمن العين كورنيال أركس صير حلقة هنانا بالعين نتيجة للليبد اسمها كورنيال أركس يصير ايورتكستينوسيز يصير شنو يسموها زانثومة إكستنسر زانثومة اللي وان نلقيها يا مثلا عالإيد يا نلقيها بالرجل بالرجل هنانا أشلستين زانثومة أو اكستنسف ديجيطورم زانثومة أو قدام الباتل نحنه بريباتل هسه ذن الشغلات مع الهايبر كوريسروليميا تمام نيجي هنا شنو الشغلات مع الهايبر تريجليسرايديميا العين الريتنات تتأثر لايبيميا رتنايتس يصير عطهم بنكرياتايتس أكيوت بنكرياتايتس البلود والبلازمة تكون لايبيميك يكبار الليفر والسبلين يباتوا سبلين ويرابتف زانثومة هو بالمسي كيوت الدكتور شلون يلعبها عبطلاب يجيب لهم احتمال ويخلي احتمال زانثاريزمة احتمال كورنيال احتمال 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 اشلس تندن زانثومة وش يضيفوا ياهن ايرابتف زانثومة فالواحد من يقرأ ايرابتف زانثومة لأنه هي زانثومة وذنها من زانثومة ش هيفكر ها لا تهاي اكيد صح عوفك منها دور لا فاهاي اريتكم خليتلكم حاولها خطوط حفظوها الايرابتف زانثومة تصير بالهايبر ترايجليس رايديميا مو بالكوليسرول بقيت انواع الزانثومة تصير بزيادة الكوليسرول بس الايرابتف الايرابتف وين بالهايبر ترايجليس رايديميا خلوهاي ببالكم جدا مهمة انه هي اقوى فيك ممكن تجيب هالسلايد هس شنو احنا قلنا لكو امراضي رافية تسبب زيادة وكو اشغالات موراثيها سنجي نقول هنا هاي مرة اجاب عليها MCQ بالنسبة ل pre-dominant هايبر كوليسرول يمي من يسعد الكوليسرول عدنا يا polygenic مجموعة من الحالة اللي هي طبعا الpolygenic هو اكثر شي بالكل سواء ميكست لو بس ترايجليس رايد لو بس الكوليسرول رفعوكم انه نجع الوهر اكل هايبر كوليسرول يمي يسعد الكوليسرول اشياء المشكلة بالLDL ريسابتر ان الجسم مدى يستقبل الLDL فدعي يظل برا لو مثلا مشكلة بال APOB100 لو بال PCSK9 هاي بالنسبة لل فصار واحد اثنين فميلة الثلاثة شنو الهايبر ألفا لايبو بروتينيمي احنا قلنا الألفا اللي هي الأي صغيرة لايبو بروتين حال حال الأيبو بيمية فمعناته شنو رح يزيد الكوليسرول تمام بس اكون ملاحظة ريدكم تنتبهون عليها بالهايبر ألفا لايبو بروتينيميا انه هو صح زيادة الكوليسرول بس ما يأثر على الكارديو باسكولار ريسك الهايبر ألفا لايبو بروتينيميا ما يأثر على الكورونا ري هارد ديزيز ريسك سنجعل وراشنو هسه الهايبر تراجليسرول يمي يابوليجينيك أغلبهم ياللايبو بروتين لايبيز ديفيشنسي احنا تشفناها قبل شوية بالمخططات جاي اللايبو بروتين لايبيز ديفيشنسي ومكسرت الهايبو بروتيني ومطلع منه فريفاتي أسد حتى الخلايا تستعملها فمن ما يكون لايبو بروتين لايبيز أو يقول لايبو بروتيني لايبيز أكيد حيزيد لتراجليسرول إضافة إلى الفاميليار ما بيهنش وبما أنه الشغلة بالهايبو التراجليسرول فالكورون ريهارت ديزيز ريسك يا فاريابول يا ما معروفة الميكست يا فاميليا الكومباين يعني بينقوسين فاميليا الميكست وأكيد اللي قلنا البوليجين يتعد الكل فما تنحسب يا ديس بيت الهايبو بروتيني تمام؟ هسا صار ببعدكم الديس لايبو بروتينيمية وين هاذا يسبب لنا ميكست بينما ال هايبر ألفا لايبو بروتينيمية يسبب لنا بس الكوليسرول يصعد برايمري هايبر كوليسروليميا وذني الكوز اللي هنا دي شانت برايمري بينما هنال شنو هاي سكندري يعني يعني زيادتها بسبب مرض الآخري هنا ذني الأمراض قلت لكم مالسات جدا مهم هسا شنو ذني سلا دخال لكم عليها اكس احنا بوقتنا ما شرح نو من سئ الناقل هاي ما مهم ويد وخ عوف وها هسا نجي على المانجمنت بالنسبة للمانجمنت أول شي ننصح المريض نقول يا بهي شو ه شو لازم تقلل هاي ورا ما ننصح نبد نقول على الاكل خلي عدل علي شوية عدنا مياه نوع فات هو انجلس شي ويدخل لنا الجسم الكوليسرول المضر الساتشوريتد والترانس انساتشوريتد ساتشوريتد ترانس انساتشوريتد لو لشنو نحاول ننقللهم قدرا امكان ف7 الى 10% من الطاقة الكوليسرول جاء و25 هاي المهم هذا رقم بس هاي ما الساتشوريتد والترانس انساتشوريتد فات اقل من 7 الى 10% من التوتر انرجي نحاول نخلي الواحد يميل على شنو على البولي انساتشوريتد دوان هس الترانس ساتشوريتد موزي بس البولي انساتشوريتد زي يعني شنو يعني تنطي طاقة اقل من الكاربو هيدرايت نقل بعد شنو الاكل اللي بيه هواية انرجي بس محتوىات غذائية قليلة ليش لانه هنضطر نأكل كمية شبيرة دا نوفر لانه بالاخير الجسم ما يحتاج انرجي يحتاج انرجي وبس الاكثر من الانرجي يحتاج يحتاج الفيتاميز والمنيرات ذن الشغلات الاسسينشيال فذن الشغلات الاسسينشيال الجسم منين حيحصل هن حيحاول حصل من من الاكل اذا احنا دنا اكل به هواية انرجي بس قليلة هاي نيوترينت احنا اضطر نأكل هواية دا نوفي نيوترينت فشنو انزيد لازم اكل اللي يسمو كارديو بروتكتف اللي هو به هواية نيوترينت حتى كمية قليلة نوفي حاجة الجسم ما يحتاج نأكل سعرات حرارية زيادة الكحول هاي النقطة احنا خطاني منها بشغل يعني هاي ممكن تصوره بس يعني اكو نسبة مو قليلة من الدرينكين بالهيستر هسا حتشوفوها انه البايشنت من تسأله على الدرينكين حاخذ الموضوع بالبداية بالنسبة للكحول انقلل اذا هو كان هواية او اذا كان عدة ريسك فاكتر لاخ مثلا عدة ضغط لو عدة هاي بر تراجلي سرايديم لو عدة سنترال أوبيسي من عدة ريسك فاكتر لاخ للكورونا ريارتري ديزيز هنا هنو لازم نقطعه للكحول او نقلل حتى لو ما ياخذ هواية لازم نقلل بعد لانه عدة ريسك لخ واكو بعض الاكل هو يقلل الليبد اصلا يعني مثلا الفايبرز لانه الجسم ما يمتصل الفايبرز فالفايبرز تخلي جي اي موتوليتي احسن فالاكل مو كل حيمتصل فتقلل امتصاصة الان ثري فاتي اصيد اضافة الى بلانت ستيرول سنرجع الاسلائد لذن اضطفرنا هنا هنا من القلل الالدي الليش هيصير الوفيات حتقل لانه الكورونا الارتري ديزيز واي مرض ما الاثيروس كلوروس بمو شقي موت حتقل الكورونا الارتري سواء تموت او ما تموت وتقل الستراك واحد هيقول الستراك شا عليها هي بالدماغ مو بالقلب هو صحيح بس الكارات صار بي اثيروس كلوروس اضياق انكسرت قطعة منه راح تسويت امبولا يسدت البلات سابلايم على المكان معين بدنا ما وصار ستراك فهي نفس ميكانيزم قلنا اهم دول استاتين اكيد اخذتوا بالفارمة يا نوع استاتين ما يفرق الفائدة مالها علاقة بنوع الاستاتين اللي همنا شنو اش قد LDL دينزل نزلت ال LDL هي نفحنا نختار الاستاتين اعتمادا على ياهو حينزل ال LDL بأقل دوز هسا الرسك منه يعتبرون كارديوفاسكولر ديزيز سواء طلعة اعراضة او بالفحوصات دورات بالفحص نلقي انه عد كارديوفاسكولر ديزيز بس مبادية الاعراض سواء هاي او هاي او هاي يعتبر فري هاي رسك عد دي ام يعني عد سكر بس شنو يا صاير تارغت ارغن دميج يعني بادي يتلف بالجسم ومبين او عد رسك فاكتر شبير لا اخويا مثل شنو رسك فاكتر التشبير بالكورون الارتر ديزيز التدخين والضغط والديس لبيديميا ذني من يصير انوية دي ام لا اهنان الرسك حتعل اذا عد سفير كورون كين ديزيز مشاكل متقدمة بالكلا واذا اكو هذا يسموه السكور اللي جوا هنقول شنو اقصد بي اذا اللي هو يقيس الخطورة مع العشر سنوات انو الواحد يموت بالكارديو باسكولر ديزيز اذا ازيد من عشرة يعتبر very high رسك ال high رسك شنو عد واحد من اللي بروفايل صاعد اغلب الناس اللي عدهم ديام وعدهم مشاكل ويد ديام اللي عدهم مالتهم moderate الكيدني ديزيز واللي الرسك مالتهم وحنا قلنا هناك عشرة هنا نصف خمسة الى عشرة هذول high رسك نجي على moderate رسك شنو اللي مالتهم واحد الى خمسة وال low رسك اللي جوا الواحد هس الاسكور شنو هو مختصر systemic coronary risk estimation القيس الخطورة مع العشر سنوات انو الواحد heart attack یا gna stroke یا occlusive arterial disease هاي انو نسميه peripheral arterial disease يعني هاي اللي قلنا ها بمحاضرة البرحة مثلا رجلة بها cloudication لو مثلا صار عدة ulcer ischemic ulcer برجلة من وراء الاثيروس cleurosis وممكن يوصل حتى انو sudden death هاي شي بز الرسك بس انو انتبه على السؤال انو وجود smoker لون smoker تفرقه هاي بالرسك هاي صراحة اصلا ما كانت موجودة بمالزمتنا يعني وكلها ارقام ودوخ يعني مو مال شي واحد يحاول يحفظ الا اذا واحد كل جزين ويا القام بحيث بس يشوف ها يحفظ صراحة انو احنا احنا اتخرجنا وما حفظ سنرجع على النام pharmacological اللي هي diet change احنا نتوقع انو المريض يستفيد منها 3-4 سابع يعني اقل الشهر او شهر بس شنو السال فانو احنا ما نغير اكل فجأة البيش انت ما هيتقبل تغيير اكل حيحس لك لجديد ما بي طعام وي شنو شوية شوية نغير الاكل حتى الاستجابة تكون احسن ولازم نشرح للمريض احنا نجد نسوي انشجع ونظل مراقبي حتى شنو على مد الكمبلاينس مات الكمبلاينس شنو نقصد التزام المريض بالتعليمات الطبية وباخذ الادوية انشجع المريض اضافة انه ينزل وزنه لانه اي نقصان بالوزن حتى لو قليل حتقل الكارديو وخاصة اذا الاوبس ما تنسميها سنترال يسموها الابل شايت ابدومن لادراك ثرابي تشوفون انه كلها بيها استاتين ما عدا اذا يصعد بس لتراي غليسرايد هنا ما يفيد الاستاتين نستعمل غير شغلات فالمهم عندنا الاستاتين للكوليسرول وهذا ان الاسلادات صراحة انا بوقتنا اصلا اي وجود نهائيا ما الهايف يعني ما بيه لدوها نفسكم بيها وجزء اصلا انتو تعرفوها من الفارما لدراك ثرابي والاش قد نتوقع تأثيرها ستة سابع عدل فايبرايتز هاي اطول يرادلها ازيد من ستة سابع في عشر سبوع من يجينا البيشنت نشيك ده نشوف ندور على استجاب ونشوف side effect احنا اللي يهم ندي استفيدة من الدول والside effect خماقوي هاي انشاء الله نظل نشيك انه ديلتزم بدويت والراقب اذا صار كارديوفاسكولر سيمتم ليش لانه اكيد الكارديوفاسكولر سيمتم اذا صارت حتأثر لك الرزق فمعناته شنو لازم ننظل بين فترة وفترة نشيك الكارديوفاسكولر الرزق اخير شنو اذا صار البيشينت عده ضعف بالعضلات او الم بالعضلات وليقين السي كي صعد عفكم من الرقم مش قد صعد او ال ALT صعد كواية من يصعد انذني الاثنين معناته اكو دامج بالمسلز تمام فمن يصعد لازم نقطع الدول ونحاول على دول الاخلية شنو انو الستاتين يسبب انه تلف بالمسلز فمن داي صار هاي معناته داي يسبب انه تلف قوي بالمسل لازم نقطع ونحاول على دول اخ شكرا حسن استماعكم ان شاء الله استفادية من هاي المحاضرة حاول تلخص لكم اياها قدر الامكان لانو ما اعدكم وكد الامتحان بار